موقفكم في حماس أستاذ أسامة حمدين فيما يخص بناء جدار أرضي في سيناء من قبل الكيانة المحتل ما صحة هذه الأخبار وفي أي إطار سيكون بناء هذا الجدار وهل قبلت مصر بهذا؟ يعني هو إذا أراد أن يبني هذا الجدار معناها أنه لا بد أن يأخذ إما إذنا من الجانب المصري وإما يعتدي على جانب المصري لأنه لا يمكن أن يبني هذا الجدار من الجهة الفلسطينية أظن أن الأشقاء في مصر لن يقبلوا ذلك ونحن سندعم هذا الموقف ولكن بكل الأحوال هذا الجدار لن يحمي الاحتلال أنا هنا أذكر بأنه في المناطق التي تم العبور إليها في شرق وشمال قطاع غزة كان هناك جدار بعمق 30 متر تحت الأرض ولم يمنع المقاومة من العبور واقتحمت المقاومة مواقع الاحتلال وسقطت كل مواقع جيش الاحتلال في محيط غزة وبعضها حتى عمق 20 كم بعيدا عن قطاع غزة سقطت خلال 5 ساعات وكان هذا بالنسبة للاحتلال هزيمة قاسية لم يكن توقعها في تاريخه العسكي وضح نمر للجزائر واليوم مثلا أستاذ أسامة حمدين قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن مشروع قرار قدمته الجزائر لمجلس الأمن قد يعرض للخطر مفاوضات حساسة تستهدف التوسط في وقف القتال في غزة وقالت بأن مشروع هذا القرار سيعرض هذه المفاوضات لخطر كبير وممكن أن يلغي هذه الصفقة حقيقة أنا أعتقد تصريحات السفيرة هي نوع من الحماية المستمرة للاحتلال وهي كلام غير صحيح لأن مجلس الأمن الدولي لطالما عبطل دوره تجاه القضية الفلسطينية من خلال الموقف الأمريكي السلبي ربما هي قلقة أن استخدام الولايات المتحدة للفيتو في مواجهة القرار الجزائري أو المقترح الجزائري بالتأكيد سيعقد الأمور ليس المقترح الجزائري هو الذي سيعقد الأمور لأن المقترح أيضا دعمته المجموعة العربية وأيضا الأفريقية لذلك الذي سيعطل إذا حصل التعطيل ليس المقترح الجزائري بقدر ما هو الفيتو الأمريكي واضح بالنسبة لقصة إغراق الأنفاق في غزة أستاذ أسامة حمدان وتحدث بيان لجيش الاحتلال عن تضرر البنية التحتية العسكرية للمقاومة ولي حماس تحدثوا عن ضخ كمية همة من الماء في الأنفاق ونجحوا في إغراق بعض الأنفاق ما صحة هذه الأخبار؟ أولا يجب أن يفهم الجميع أن الأنفاق ليست كلها متصل لبعضها هي أنواع عديدة بمستوات عديدة بعضها محدود وبعضها لأمتار وهكذا كل نفق له مهامه وله اختصاصه وبالتالي إغراق عدد من الأنفاق هنا أو هناك هذا لا يعني إصابة شبكة الأنفاق بالصورة التي يحاول العدو أن يصورها من جهة ثانية عندما يتحدث العدو عن وقوع خسائر في صفوف المقاومة فهذا ليس عمرا مستبعدا لأننا نحن نخوط معركة وهناك شهداء في هذه المعركة وهناك جرحى ومصابون وبالتالي من الطبيعة أن تكون هناك بعض الإصابات في جسم المقاومة لكن الأهم أن هذا الجسم متماسك وأن بنيته لا تزال على أفضل صورة رغم كل هذا العدوان والدليل أنه عندما حاول أن يقوم بمغامرة في منطقة شرق غزة التي قال أنه قد أنهى تدمير الأنفاق فيها قبل ثلاثة أيام فوجئ بتصدي المقاومة له بشراسة ما أدى إلى اقتراره للانتحاب أمس جر أذيال الخيبة وعدد من الخسائر التي اعترف بها سواء في الآليات أو في الجنود والضباط بهذا المعنى هذا جزء من الحرب النفسية التي يحاول العدو أن يشنها لإحباط الشارع الفلسطيني وأحباط الشارع العربي الدائم للشعب الفلسطيني وكأن المقاومة تفشل لأن العدو يحسب حسابا كبيرا لإنجاز المقاومة أن هذا سيكون بمعنى رافع للإرادة العربية الشعبية والرسمية في مواجهة هذا الكيان الذي لطالما قيل أنه أقوى جيش في المنطقة وأنه لا يهزم وما إلى ذلك فإذا بالمقاومة رمى بساطة إمكاناتها بالمقارنة بأتاده تحقق أزيمة كبيرة في هذه المواجهة معه سؤال من أبو الببابا سالم الأستاذ أسامة حمدان تفضل أبو الببابا ميكرو ببابا سالم تفضل أستاذ تحياتي لك أستاذ أسامة